المشكلة الأكبر أو الأزمة الأكبر سيد أحمد هو أنه سوريا من تسع سنوات لعدم وجود ظهر لها هي تضرب لحد الآن يعني والأقصد الظهر هو العمق العربي الذي تخلى عنها طبعا ليس مدافعا ولكن هذا حقيقة واقعية عندما تخرج سوريا في مؤتمر الدوحة من مقعدها وهي المؤسسة لجامعة الدول العربية للأسف حالها طبعا من يأتي سوف يكون فاعلا في سوريا السؤال المهم جدا هل تستطيع الولايات المتحدة الملكية ذاتها أن تتعامل مع كوريا الشمالية بما تتعامل مع سوريا مثلا على سبيل المثال لا لأن المحيط الاقليمي لكوريا الشمالية بالتأكيد لا يقبل في تدخل الولايات المتحدة الملكية بخطوط حمراء هي وضعت لها